السلام عليكم كيف الحال؟ شهلا نلاحق بعض الأراضي ونلاحق ما يقومش بلد بناس راقدي ما لم يكن بانوه من أبنائه طيب أنتوا الآن تشتو تنمية وتشتو كذا كم نحقق التنمية؟ وإحنا مش قادرين نمنع تهريب المواد الذي بتجي من الرأس العارة ولا بتجي من باب المندب ولا من دباب ومش راضين يجو ينفلوا في ميناء المخى شغلونا ميناء المخى فدحنا ميناء المخى هل شل واحدنا المقاومة ولا شل طارق ولا سلمنا لشخص معين من محاضة تعزي مدير ميناء وهم سلم طيب أين السفن؟ أين السفن؟ البقر بينزلن هنا في باب المندب البضايع بينزلن في رأس العارة طيب قلنا جو ندخلوا ما بتدفعوا في رأس العارة ولا غير نسهل لكم خلوا الناس جو نتفق إحنا وانتوا على أنه ما هي بضاعة تدخل متفجرات ده خير أسلحة للحولي هذا محرمة ونشتي تعاونكم فينا تعاونكم وتعاونكم أيضا مع الصبيحة وأصحابكم وانتم تداد للصبيحة ما نريد إحنا نختلف ما هي تجارة تمشي لكن أزيد ده سلح عدوي من عندي ويجيهم ثاني فوقي السماد والTNT هذي بتدخل والفيوزات هذي بتدخل من عندكم يعني ترجع ألغاء حرام لا نخطاكل لنا ملطينا للرجل ما عدا نفعل بس ما بنفسرش تبعات وعقبات هذا الأشياء اللي نقول هي بس خليه التجر ما هي التجر يا أخي التجر لك في البسكوت في العصير في التلفزيون أشياء كثير ممكن نتجر فيها ما بلا في الألغاء هذي حرب حرب لازم نقودها بجميع حرب ثقافية حرب اقتصادية حرب عسكرية حرب سياسية أين إحنا؟ بس نشل البندق ونقاتل وهو بيحاربنا بالقنوات يعني قنوات إيران مخصصة لليمن عايجي يقتل من 18 قناة عراقية على لبنانية خلص بدنا دخل اليمن هو فاتح 6 قنوات داخل صلعة أين إحنا من هذا الكلام كله؟